ودمرت قوات جيشنا الباسل ورشة لتصنيع العبوات الناسفة بما فيها من مواد شديدة الانفجار ومعدات يستخدمها الارهابيون في تصنيع العبوات الناسفة وقضت على اعداد من الارهابيين قرب النادي الرياضي بحي جوبر من الارهابيين القتلى عيسى عليوي ومصطفى الحلبي كما صادرت قواتنا الباسل خلال ملاحقتها الارهابيين في احتيتة التركمان قواذف اربي جي وعددا من الرشاشات ام ستة عشر امريكية الصنع وسيارتين نوعفان محملتين باسلحة وذخيرة وقضت على عدد من الارهابيين والقتل قبض على اخرين في حين احكمت قواتنا المسلحة الطوق على الارهابيين في بلدة العباد وقضت على اعداد منهم من بينهم عماد وطفي واحمد غزال واوقعت قواتنا قتلى ومصابين في صفوف ارهابيين قرب المنطقة الصناعية ومزار عالية في منطقة دومة ودمرت اوكارهم بما فيها من بين القتلى احمد الحموري وارهابي اخر يلقب ابو علي شريط واشتبكت قواتنا مع مجموعات ارهابية مسلحة عند جامع الحسن ودوار الثانوية بحرستة ومزارع كرم الرصاص في محيط حرستة ما ادى الى مقتل عدد من الارهابيين من بينهم عمر رماني وعمر عنتر واحمد الخضري في مزارع ريمة بمنطقة يبرود لاحقت قوات جيشنا الباسل مجموعة ارهابية ودمرت اسلحة وعتادا كان بحوزتها واوقعت افرادها قتلى منهم محمد الخطيب معاذ الخطيب ميسان الاديب كعادتها في الان